الحقيقة يعني لاحظنا خشية مختلف المؤسسات من أي حراك شعبي من أي تجمعات هناك مؤسسة في جانب الكرخ أنا يعني أمر من هناك باستمرار دائما ألاحظ عدد قوات حفظ القانون أكثر بضعفين أو ثلاثة من المتظاهرين المؤتصمين اليوم أنا شاهدت في العلاوي يمكن ثلاثة أضعاف عدد المتظاهرين اللي بالنسور طبعا هذا بعد الخمسة لأن بالصباح وصل العدد إلى الآلاف بالنسور لكن بعد أن مجموعة راحت للتحرير ومجموعة انسحبت لأن درجات حرارة عالية وبالنسور ماكو يمك المطعم والمحال اللي يجيب مننا ماء ولا حتى أكو أي طيب فأكو خشية حقيقية لدى المؤسسات لدى المؤسسات